المراقبة اللي هدرتوا إلى قبيلة لناتدري هذه المراقبة ليمكنوا تفعيلها هدرنا يعني أنه المفتيشين الشغل معهم شيء طرقانوني اللي تمكنهم بولوج المنازل هم ممنوعون من ولوج شربتها لا يمكنش يدخل المنازل لأن منازل عندها حرمة لذريعة حرمة البيت نعم لا يمكنش يولجو خصوا بإذن يعني من العدالة بشي يولجو كذلك مساعدة الاجتماعية المساعدة الاجتماعية لا يتوفرن على إطار قانوني وبالأحرى وضعية يعني تمكنهم من مراقبة القيام بذل المهام اللي موكلة لهم مسألة ضبط الانتهاكات ما يمكنش مثلا ضبط الانتهاكات صعيب ضبطها وبالخصوص مثلا إذا سلمنا هذه الانتهاكات تكون بالليل يعني مسألة أخرى مسألة بالنسبة للفتاة تبلغ على هذه الانتهاكات يعني كيفاش يمكن بالنسبة للطفلة قاصرة غادي تبلغ على يعني المشغيل ديالها كيفاش غادي تدي وهي تجي مثلا من عالم قراوي أكثر والقانون يفترض بأن مفاتي الشغل من شأنه ربما أن يتدخل وأن يضمن ربما نوع من الصلحة أو شيء من هذا القبيل وكيف يمكن أن تكون هذه المتابعة يعني فبالتالي يعني كما قلت قلت بيلا نحن نعتبره هذا النوع من المعاملة هو نوع من التجار في الأطفال هذو هي رق عبود يد الأطفال وحنا يعني الآن من درنا نوصحها في درناها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال من خلال الأشياء اللي نقشنا هذه القضية ديال الملأمة ديال القوانين لاحظنا على أنه كين قانون ديال المكافحة ديال التجار بالبشر اللي تم تصويت عليه في نفس السنة وهذا القانون صريح هذا القانون من شأن وان يجب هذا وحنا هذا القانون أعتبرنا قاعدة أساسية التي تتبني عليها العمل الكلي المسقبالي ديالنا في الترافئة اللي غن يعتمدوه لنا بالنسبة لنا هذا القانون 19-12 فنعتبره أنه ستكون ملأمة ديال القوانين لأن هذا القانون 27-14 ديال التجار في البشر قانون صريح تنص على أنه يعني هدر على جميع الأشياء اللي هدر عليها يعني التجار بالبشر والريق والعبود كلها متوفرة في العمل القصري وهذا الغرامات الغرامات اللي هي غرامات اللي أكتر من الغرامات والعقوبات اللي كينا في القانون 19-12